فتزايد ملامح الاستقطاب العالمي بعد نحو عام على الحرب في أوكرانيا استقطاب تجلى في الساعات الماضية في حطاب الرئيس الروسي فلاديمر بوتن الذي حمل تهديدات واتهامات واضحة للغرب وكذلك في جولة الرئيس الامريكي جو بايدن الأوروبية والتي شملت زيارة مفاجئة لكييف وأخرى لبولندا حيث كانت الرسائل واضحة بمواجهة موسكو الاستقطاب العالمي ظهر أيضا في الموقف الصيني ادعى وزير الخارجية بعض الدول للتوقف فورا عن تأجيج النار والوضع في أوكرانيا ولاحقا في تايوان وذلك تزامنا مع زيارة كبير الدبلوماسيين الصينيين وانجي لموسكو بعد جولة أوروبية طرح خلالها مبادرة الصين للأمن العالمي هل بات الاستقطاب بين الغرب من جهة وروسيا والصين من جهة ثانية واقعا؟ وكيف ستبدو تداعياته؟ معنا الآن من موسكو الخبير في مجلس روسيا للشؤون الدولية نيكوتا مينكوفيتش ومعنا من واشنطن الخبيرة الاستراتيجية الديمقراطية نيكول برينر شميتس ومن الرياض ينضم إلينا الباحث في العلاقات الدولية الهام لي مرحبا بالجميع سيد مينكوفيتش في موسكو مرحبا بك معنا ودعني أبدأ معك أولا هل من الواقع ومن الدقيق أن نقول أن هناك بالفعل مرحلة جديدة من الاستقطاب دخلها العالم نحن في المقدمة وضعنا روسيا والصين في جهة والغرب في جهة أخرى إلى أي مدى هذا التقييم دقيق برأيك؟ أعتقد بأن هذا يمكن أن نجده في الإنجيل كما يقال فليس هناك أي شيء جديد تحت الشمس الوضع الحالي يعيد ما كان في 1941 حين دولة روسيا هجمت من الغرب وكانت ألمانيا طبعا على رأس ذلك الهجوم والآن بعد وقت طويل فإننا الآن نواجه هجوما مما يسمى النيتو والولايات المتحدة لقد بدأوا هذه الحرب في أوكرانيا ضد دولتي وضد شعبي روسيا وأوكرانيا وحاولوا أن يجعلوا أوكرانيا دولة تابعة لهم وليست دولة مستقلة لقد وضعوا دولة أو حكومة غير مشروعة في 2014 وبدأوا يقمعون الذين يتحدثون الروسية هناك ثم بدأوا مهاجمة دولة روسيا حتى لا نعود إلى هذه الأمور التي بدنا نعرفها جيدا أنا أسألتك تحديدا عن مسألة الاستقطاب العالمي هل تعتقد بأننا دخلنا مرحلة استقطاب تكون فيها روسيا والصين كما يقول البعض في طرف والغرب في طرف آخر يبدو الأمر كذلك لأن الولايات المتحدة لا تعترف حقا بدولة وبالصين كدولتين مستقلتين إنهم يزعمون بأنهم يسيطرون على الأراضي مثل القرم مثلا وعلى تايوان الصينية وهذا طبعا يخلق مشكلات عديدة وهذا محل للاستقطاب بكل تأكيد ولكن لا ينبغي أن نكون استقطاب وأن نسمي هذا بالعدوان الأمريكي أي ولايات المتحدة لا تريد السلام إنها تهاجم بلدينا وليس لدينا خيار إلا الدفاع عن أراضينا واستقلالنا نيكول مرحبا بك معنا أيضا أولا ما رأيك في هذه الجملة الأخيرة التي قالها السيد مينكوفيتش الولايات المتحدة تهاجم روسيا وروسيا ليس أمامها خيار سوى الدفاع عن نفسها ما رأيك في هذا الكلام؟ الولايات المتحدة لم تهاجم أي دولة روسيا هاجمت وغزت أوكرانيا والولايات المتحدة تقدم الدعم المالي لأوكرانيا في الدفاع العسكري عن أرضهم لأن الولايات المتحدة ستستمر في الوقوف من أجل الديمقراطية في بلدنا وحول العالم هذا شيء هو في قلب وجودنا كولايات المتحدة وسنحمي الديمقراطية والدول الديمقراطية في كل العالم بكل تأكيد الصين وروسيا طبعا يبدو بأنهما يجتمعان وتحاولان خلق قطب مواجه للولايات المتحدة وتستمران في القتال ولا تحترمان الديمقراطية وهذا هو الجواب أستاذ إلهام لي مرحبا بك معنا ما رأيك هل بالفعل الصين وروسيا تجتمعان لتشكيل قطب كما تقول السيدة برامر شميتس أم أن الصين تجد نفسها في وضع مختلف لا هي مع روسيا بالكامل ولا هي مع الغرب بالكامل ما رأيك في ذلك نعم أول شيء شكرا جزيلا لدعوتكم الكريمة في الحقيقة أنا بصراحة لا وافق على ديفنا من موسكو بشكل كامل في الحقيقة يعني هذه الأيام شاهدنا المبادرة مهمة من الصين هذا يدل على المبدأ الصيني أو المواقف الصينية بشأن الأزمة الأوكرانية وهي مبادرة الأمن والتنمية العالمية في الحقيقة يعني الصين حتى الآن تتمسك بعدم تشكيل التحالف مهما كانت مع روسيا أو مهما كانت مع الولايات المتحدة ولكن وافق على ديفنا من موسكو بشكل كبير بأن الصين وروسيا أضطر للدفاع عن نفسها وفي الحقيقة يعني مهما كانت في قضية تايوان أو في قضية أوكرانيا في الحقيقة يعني إذا نتكلم عن الولايات المتحدة الولايات المتحدة لم تهاجم بأي دولة هذا الأمر مضحك جدا نتكلم عن إراق نتكلم عن أفغانستان وبالإضافة إلى ذلك يعني الصين لان ما زال تسعى إلى تشكيل مجتمع دولي ذات أكتاب متعددة الأكتاب فكما نعرف أن الصين تسعى إلى حل الأزمة الأوكرانية بشكل سلمي وعن طريق الحوار ولذلك يعني ممكن هناك بعض النقاط المختلفة مع روسيا لكن خلاصة القول يعني الصين حتى لا نرى أن الصين مع روسيا في جميع النواحي أو مع الولايات المتحدة في جميع النواحي سيد من كوفيتش ما رأيك؟ روسيا أو على الأقل بعض المسؤولين الروس يعني يحاولون أو يسعون لجعل الصين تقف في خندقهم بين قوسين هل ستنجح برأيك مثل هذه المحاولات؟ لا أعتقد أن المسؤولين الروس بحاجة إلى فعل أي شيء في هذا الإطار فالعمل تفعله الولايات المتحدة بتلك المحاولات العدوانية لزعزعة الاستقرار في هونغ كونغ ومن خلال التعاون العسكري مثلا مع تايوان والانفصاليين والنظام الانفصالي هناك والهجمات الأخرى أيضا على المصالح الصينية على ضيفك أن يتذكر أو ضيفتك أن تذكر بأن روسيا والصين الآن لديهم نظام للدفاع لدينا تعاون مثلا بين القوات العسكرية والطائرات الصينية تستعمل الفضاء الروسي وأيضا الطائرات الروسية تستعمل الفضاء الصيني هذا التعاون القوي هو طبعا بموجهة التهديد الأمريكي قبل وقت طويل في القرن العشرين روسيا والصين كانت لديهم علاقات سيئة ولكن بعد الاعتداءات الأجنبية من الولايات المتحدة التي تحاول طبعا القضاء على استقلالنا لدينا خيار إلى تعاون وطبعا هذا لا يؤدي فقط إلى عرض هذا نتيجة للسياسات العدوانية للولايات المتحدة هم يعتقدون بأننا نحن الصينيين والروس والأوكرانيين عابد لهم وأنهم يمكن أن يأمرون كيف مثلا ندير أمورنا أيها الأمريكيون خذوا أسلحتكم وابتعدوا عننا ولا تحشروا أنوفكم في أمورنا وابتعدوا عننا أنتم لستم أسيادة العالم أنتم فقط ناس عادي تذكروا هذا نيكول ما رأيك الرسالة يوجه الصيد من كوفيتش إلى الأمريكيين خذوا أسلحتكم وارحلوا عننا هل هذا الكلام من وجهة نظر واشنطن له أي مبرر هل تتفهم واشنطن وربما حلفاء واشنطن مثل هذه الدعوات لا بكل تأكيد لأننا لا نخضع ولا نستمع للدعايات المضللة الولايات المتحدة لم تقل أبدا للروس والصينيين ما يفعلونه وروسيا هي التي غزت أوكرانيا وأيضا نحن فقط ندعم الديمقراطيات وحلفاءنا هذا ما فعلته الولايات المتحدة لم نغزو أو نقول لأي أحد كيف يدير أموره نحن فقط نحمي الديمقراطيات الجانب الروسي يحاول أن كما قال السيد من كوفيتش قبل قليل يعني كما أشار يحاول الجانب الروسي أن يظهر وكأن الصين وروسيا في مواجهة الآن مع الغرب معا هناك مشاكل بين الغرب من جهة والصين وبين الغرب وروسيا من جهة أخرى ولكن هل من الدقيق أن نقول أن هناك تعاون عسكري حلف عسكري بين روسيا والصين اليوم في مواجهة التهديدات الغربية هل هذا دقيق برأيك نعم في الحقيقة يعني تعاون العسكري بين صين وروسيا وحتى من داخل منظمة شانهايلي تعاون هذا التعاون بشكل عميق جدا يعني لا الحاجة لذكره وبالإضافة إلى ذلك لا حاجة لذكره بشكل عام أستاذ الهام ولكن في سياق الحرب الروسية على أوكرانيا هل يمكن الحديث عن مثل هذا الحلف هل اليوم الصين تقف إلى جانب روسيا عسكريا في حربها ضد أوكرانيا حتى الآن لا يمكن أن نقول ذلك وأعتقد هذا غير دقيقة فبنسبة إلى التحالف العسكري أعتقد يعني معناه تقديم المقاتلات أو المسيرات أو مثلا الأسلحة الدبابات إلى الحليف ولكن بالنسبة للتعاون بين الصين وروسيا حتى بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية لا نرى أن هناك ما يسمى بصفقة الأسلحة بين الصين وروسيا نعم طبعا هناك تعاون بشكل واضح جدا أن هناك تعاون في الاستكشاف الفضاء أو حتى تعاون في استخدام الأجمار الصناعية وبالإضافة إلى ذلك نعم ولكن اليوم هناك مخاوف غربية مخاوف غربية سواء من الولايات المتحدة أو من حلف الناتو بأن الصين من الممكن أن تقدم أسلحة فتاكة أسلحة المخاوف في كل مكان والقلق في كل مكان نعم كما قلت قبل قليل المخاوف في كل مكان والقلق في كل مكان ولكن أعتقد الفكرة الغربة أو حتى نقول الفكرة الأمريكية لتحريد الحرب الباردة الجديدة في الحقيقة يعني القطبين مفهوم القطبين هذا أيضا يعني من جانب الأولايات المتحدة وهذا أيضا لتحريد الحرب الباردة في القرن الماضي لذلك يعني من جانب الصين الصين تسعى إلى تشكيل المجتمع للمصالح المشتركة والمصالح المتكاملة لدول العالم بشكل كامل لذلك يعني بالنسبة للتعاون مهما كانت بين الصين وروسيا أو بين الصين والولايات المتحدة للمصالح المشتركة لذلك يعني كما قلت في البداية مفهوم الصين للأمن والتمية هذا للأمن المستدامة وليس للأمن يعني بدولة معينة فقط كما قال الكبير الدبلوماسيين وان يي في مؤتمر منيخ بأن أي أمن العالمي ليس بيد دولة معينة أو دول محدودة بل بدول العالم بأكمله طيب سيد مينكوفيتش الصين تطرح الآن مبادرة باتت مبادرة يعني عالمية مطروها عالميا لا ندري مدى الاستجابة لها هناك بعض الاستجابة من دول غربية ألمانيا فرنسا مع أنها استجابة حذرة إلى حد ما هل روسيا برأيك تقبل بمثل هذه المبادرة روسيا كانت دائما مهتمة بالسلام ولكن المشكلة هي من الجانب الأمريكي روسيا طالبت بمفاوضات من أجل السلام قبل بدء العملية في أوكرانيا طالبنا من الناتو ومن الولايات المتحدة أن يخرجوا قواتهم وقواعدهم العسكرية بعيدا عن أوكرانيا وطالبنا أن يعطونا ضمانات بأن الأراضي الأوكرانية لن تستعمل كقاعدة للأسلحة النووية قالوا لا نحن لا نعطيكم أي ضمانات ولا نريد ذلك وبطبع هذا يعني وما يعنيه الآن الحرب الولايات المتحدة بدأت ذلك وبكل تأكيد لو أن الولايات المتحدة قالت نحن آسفون لقد كان جنودنا الذين يقاتلون ضدكم في أوكرانيا وجنودنا الذين مثلا يعودون كجثث وأن أسلحتنا التي ترسل لقتلكم وقتل الشعب الأوكراني لو أن الولايات المتحدة وواشنطن قالت بأنهم يعترفون باستقلال روسيا ولا يريدون أن يدخلوا الأراضي مثل القرم وزابوريجيا وغيرها فهذا مقبول ولكن الولايات الوحيدة كانت تقول دائما لا ولا ولا إنهم لا يريدون أن يعطوا أي نوع من الضمانات للروس وللصينيين وللعرب هل يعتقدون أننا عابد لهم؟ نحن لسنا كذلك نحن نقاتل من أجل حريتنا وبل إخراج الولايات المتحدة من الأراضي الأوكرانية ومن أرضنا لوقف قتل إخواننا نحن نقاتل مع الأوكرانيين ضد النظام الدومية الذي وضع في 2014 من قبل الولايات المتحدة والاستخبارات الأمريكية ما يسمى الرئيس زيلنسكي إنه بريطاني وإسرائيلي إنه ليس أوكرانيا إنه عميل للولايات المتحدة ويلعب دور رئيس أوكراني ونحن نقاتل هذه نقطة لافتة سيد مينكوفيتش وأنا سألتك عن المبادرة الصينية المبادرة الصينية تقوم على عدة أمور من بينها احترام سيادة ووحدة أراضي جميع البلدان هل روسيا على استعداد للقبول بهذا المبدأ ولتطبيقه في أوكرانيا؟ بالطبع نعم لو أن الولايات المتحدة سأيضا ستقبل بسيادتنا وتحترمها ولو أخرجوا الأسلحة والقوات من أوكرانيا فالأمر سيكون مقبولا لأن شعب أوكراني سيكون حرا من تلك الحكومة وسيبدأ مفاوضات مع روسيا لإيجاد حدود جديدة وظروف جديدة للتعاون والشعب الأوكراني هم إخواننا لا نريد أن نقاتلهم وفي الحقيقة أننا في حرب مع الولايات المتحدة لو قالت واشنطن حسنا نريد مفاوضات سلام مع روسيا وسنخرج قواتنا من أوكرانيا فسينتهي الأمر هذا الأمر الوحيد الذي تطلب به روسيا ومنذ وقت طويل ولكن يتم تجاهلنا من الغرب إنهم يزعمون بأنهم أسياد العالم إنهم يزعمون بأن أوكرانيا تابعة لهم المشكلة ليست روسيا ولا الصين ولا أي دولة أخرى ولكن الولايات المتحدة التي بدأت كل هذا ونحن مستعدون لمفاوضات سلام في أي وقت فقد توقفوا عن قتلنا وقتل إخواننا الأوكرانيين وأخرجوا قواتكم بعيدا عن أوكرانيا هذا الشيء الوحيد الذي نريده من الولايات المتحدة نيكول ما رأيك في هذا الكلام المشكلة ليست لا روسيا ولا الصين ولا أوكرانيا ولا أي طرف آخر المشكلة هي الولايات المتحدة دعوة إلى إخراج القوات الأمريكية من أوكرانيا ما رأيك في هذا الكلام؟ ليس هناك قوات أمريكية في أوكرانيا ولا يمكن أن نجدل بهذا مع شخص يختلق وقائع الولايات المتحدة ليست لديها قوات هناك ولم نغزو أي تدولة روسيا غزت أوكرانيا هذه كذبة أنت تكذب أنت تكذب ضيفتك الأمريكية تكذب حسن دعنا نعطي سيدة شميتس بعض الوقت سيد من كوفيتس تحتل لك المجال للتعبير عن رأيها خلينا نسمع من نيكول ما تريد أن تقوله وبعد ذلك سأعود لك للتعليق تفضلي سيدة شميتس هذه هي طريقة الرئيس أوكرانيا هو أوكراني وهو رئيس أوكرانيا روسيا غزت أوكرانيا الولايات المتحدة ليست لديها قوات وهي فقط تدعمهم لم نرسل جنودا ليس هناك أي جنود أمريكيين على الأرض الصين وروسيا أظن بأنهما بدأت تحالفا وهذا واضح والولايات المتحدة قلقة بشأن هذا الأمر ولكن إذا استمعنا إلى الدعاية الروسية فنريد طبعا صحفيين مثلك لوقفها دعني أسألك عن هذا الموضوع لأن هناك الآن مخاوف لدى الولايات المتحدة ولدى أيضا النيتو اليوم الأمين العام للنيتو أعرب عن مخاوف مشابهة بأن الصين قد تزود روسيا في الفترة القادمة بأسلحة فتاكة لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا مع أنه الطرف الصيني حتى الآن على الأقل لا يؤكد ذلك وأحيانا ينفي هذه المسألة لماذا هناك مخاوف لدى الغرب من هذا الأمر برأيك؟ بكل تأكيد لدينا قلق بشأن ما تفعله الصين الآن وأعتقد أن مشاهديكم يعلمون أن هناك مناطيد قد بعثوها وكانت تتجسس هنا في الولايات المتحدة وكانت هناك محادثات بين روسيا والصين وأظن بأن لديهم ربما هناك حديث عن بعث أسلحة إليهم والولايات المتحدة ما كانت واضحة بشأن سياستها هو أن الولايات المتحدة تقف من أجل الديمقراطية في كل العالم هذه هي النقطة يعني هذه المسألة كما أشرنا إلهام تقلق الغرب بشكل كبير مع أنه جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عندما التقى بنظيره الصيني وانجي يقول أنه الصين أكدت لنا بأنه لا تزود روسيا بأسلحة ولا تنوي القيام بذلك ما هو منبع المخاوف الغربية إذن برأيك؟ عندما نتكلم عن المخاوف أو القلق من كبل الدول الغربية تفضل إلهام نعم عندما نتكلم عن المخاوف للدول الغربية أو للولايات المتحدة بشكل خاص يعني لا يمكن أن ننسى أن هناك كان قلق من كبل الولايات المتحدة لأوجود الأسلحة الكيميائية الدمار الشامل في العراق وماذا حدث بعد ذلك؟ يعني هناك قلق من كل جانب من الجوانب لكن لازم يكون هناك أسلوب مناسب لتخفيف هذا القلق في الحقيقة هناك قلق أو مخاوف من كبل جانب الصين أيضا ولكن ماذا فعل الصين؟ الصين تسعى لحل المشاكل بشكل سلم أو عبر الحوار محما كانت مع الولايات المتحدة أو حتى كان هناك وضع متوتر جدا عندما زارت نانسي بلوسي الجزيرة تايوان الصينية وفي الحقيقة الصين دائما تسعى لحل المشاكل بشكل سلمي ولكن ماذا حدث للولايات المتحدة؟ ففي الحقيقة حسب مبادرة الأمن والتنمية العالمية من كبل الصينية أول شيء الاحترام بمثاق الأمم المتحدة والثاني شيء الاحترام بالقلق المناسب أو العقلاني من كبل الدول المختلفة ولكن هناك مخاوف أو قلق غير عقلاني مثلا لحظنا من الولايات المتحدة أو بعض الدول الأخرى لذلك من اللازم أن نتبين بين هذه المخاوف هذه المبادئ التي تشير عليها إلهام أيضا تتضمن كما أشرنا قبل قليل احترام سيادة ووحدة أراضي جميع البلدان كيف تنظر الصين إلى هذه المسألة فيما تعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا؟ نعم في الحقيقة يعني بالنسبة إلى دول الغربية يعني يعتبر العملية العسكرية كغزو ولكن حتى الآن بالنسبة للصين يعني هذه عملية العسكرية ودفاع عن سيادة روسيا في الحقيقة يعني إذا نتكلم عن توصيع حلف ناتو إلى شرق فهذا موضوع مطول جدا ليس فقط يعني في هذه السنوات أو السنوات العشرين الماضية ولكن بالنسبة للصين يعني المواقف والمبدأ المستمرة فالاحترام على سيادة الدول المعنية ولكن في النفس الوقت الاحترام بالقلق بشأن الأمن بدول معنية مثلا روسيا دائما تحتم بموضوع توصيع حلف ناتو إلى الشرق حتى يعني فرض كيف نقول حتى وضع بعض الأسلحة في داخل أراضي أوكرانيا لذلك هذه الموضوع يعني لا يمكن انفصال بين سيادة الدول المعنية وعيدة الأمن المتكامل في المجتمع الدولي بشكل عام ولكن روسيا على لسان الرئيس بوتين اليوم في الخطاب واضح أن روسيا لا تعترف أصلا بوجود دولة اسمها أوكرانيا هو قال ما يسمى دولة أوكرانيا أو شيء من هذا القبيل هل الصين تتفق مع روسيا في هذا التوجه؟ نعم طبعا يعني بهذه النقطة لا أرى أن هناك يعني التعبير مثل هذه التسيحات من جانب الوزارة الخارجية الصينية وبالإضافة إلى ذلك يعني حسب التسريحات السابقة من الجانب الصيني يعني الصين دائما تحترم بسيادة الدولة أوكرانيا وبالإضافة إلى ذلك كانت التعاون أو ممكن نقول يعني الصين دائما تسعى للعب دور أكثر فعلية بالنسبة للعلاقات الأوكرانية وروسيا لذلك يعني كان هناك علاقة وما زال هناك علاقة دبلوماسية بين الصين وأوكرانيا لذلك يعني لا يمكن أن نقول يعني هناك النقاط أو مبدأ نفس المبدأ بين الصين وروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية سيد من كوفيتش يعني الآن نحن دخلنا العام الثاني تقريبا بعد كم يوم ندخل العام الثاني لهذه الحرب واضح من كلام الرئيس بوتين اليوم أنه ماضي في هذه المسألة حتى تحقيق الأهداف من غير الواضح ما هي الأهداف حتى الآن إلى أين تسير الأمور برأيك وهل بالفعل الرئيس بوتين على الأقل في هذه المرحلة ماضي في هذه العملية العسكرية وموضوع مسار تفاوضي أو مسار السلام ليس في وارد البحث على الأقل الآن السلام سيأتي حين نحرر أراضينا لا أعتقد أي أراضي سيد من كوفيتش أتحدث عنها تحديدها حتى نفهم بشكل وعلا عندما تقول حتى نحرر أراضينا أي أراضي قبل كل شيء مدينة خيرسون مثلا هي مدينة روسية وهي تحت الاحتلال الأوكراني والقوات الأوكرانية أو ما تسمى بالقوات الأوكرانية تقتل المدنيين هناك الذين يعتقدون أنهم موالون للدولة الروسية إنهم يفعلون شيء ذاته في خاركيف والتي أيضا أخذت في سبتمبر إنهم يقتلون الناس ويرمون الجثث في مقابر جماعية هذا شيء فضيع هذه أفعال النازيين تدعمها الولايات المتحدة أود أن أذكر ضيفتك من الولايات المتحدة بأنها تكذب في الأيام الأولى من عمليتنا في أوكرانيا بريطانيا عضو الناتو اعترفت بأن القوات الروسية والصواريخ الروسية هاجمت قاعدة بريطانية في مدينة هناك هناك جنود بريطانيون وأمريكيون وأخذوا كسجناء في ماريوبول لا يعني ما مصدرك بالنسبة لهذه المعلومات سيد من كوفيت لم نسمع حقيقة من مصدر موثوق عن وجود جنود بريطانيين أو أمريكيين على الأراضي الأوكرانية ولكن دعني أسألك مرة أخرى عندما تقول ستستمر هذه العملية ستستمر هذه العملية إلى حين تحرير جميع أراضينا كما تقول عن ماذا تتحدث تحديدا هل تتحدث عن منطقة الدومباس باعتبارها تم ضمها إلى روسيا أم ماذا كما قلت الخطوة الأولى هي إخراج القوات الأمريكية بعيدا وكما قلت إنه من وزارة الخارجية كانت هناك ورقة تقول إن جنود الأمريكيين تم سجنهم وتم أسرهم في ماريوبول وهناك مسؤولون قالوا إنه ينبغي إعادتهم إلى واشنطن إنها ليست مزاعم إنها حقائق أنا متأكد أنه لو كان هناك جنود أمريكيون معتقلون أو محجوزون في هذه الحرب لكانت قامت الدنيا ولم تقعد لم نسمع على الأقل من الجانب الأمريكي بمطالب بإعادة هؤلاء لقد كانت مشكلة كبيرة أظن أنها مشكلتكم كصحفيين فينبغي أن تبحثوا عن هذه الحقائق عن القاعدة البريطانية العسكرية والجنود الأمريكيين الذين أسروا في ماريوبول وفي سوليدار أظن بأنكم ربما لن تنشروا هذا ولكن هناك في فيسبوك عن مواطنين أمريكيين وجنود أمريكيين نصوروا أنفسهم في الجيش الأوكراني وأيضا ذهبوا إلى أوكرانيا لقتل السكان المحليين إنها حقائق حتى ولو لم تذكروا ذلك لمشاهديكم هذا ليس خطأي إنه خطأكم إذا كان مصدرك فيسبوك معلش يعني أعذرني على المقاطعة سيد من كوفيت هذه المصادر كما تعلم جيدا يجب التحقق من دقتها ومن صاحتها ولا يمكن أخذها على أنها أخبار صحيحة ودقيقة ويمكن الاعتماد عليها على كل حال وقتنا انتهى أشكرك السيد نيكيتا من كوفيتش الخبير في مجلس روسيا للشؤون الدولية كان معنا من موسكو وأشكر ضيفتنا من واشنطن نيكول برانر شميتس الخبيرة الاستراتيجية الديمقراطية وشكرا لضيفنا من الرياض إلهام لي الباحث في العلاقات الدولية شكرا لكم جميعا